اشتركوا في القناة لأنه أنا كنت ذكرتها بأنه الفكرة أنه خلصت الساعة 11 ودخلنا من حظر كلي وشامل إلى حظر جزئي وبالتالي صفت الشغلة مش 24 ساعة أحوالي 31 ساعة للساعة 6 الصبح وأنا شبهتها زي اللي يعني بتكفل من المحكمة وبعدها الحاكم الإداري المحافظ والمتصرف برجع بوقفه فهو يعني ما شافش الحرية صح قالوا عنه طلع من المحكمة بس بعده بعده موقوف وهذا الموقوف توقيف إداري نفس الشيحنا خلصنا حظر كلي ودخلنا حظر جزئي والأهم من كل ذلك أنه يعني قرار على حوالي 5 مليون إنسان إذا مش أكثر سكان عمان والزرقة يعني أكثر من نص الأردن وأنا سمعت محافظة العاصمة بيحكي أنه عمان لحالها 5 مليون مش عارف بس ما بعرف إذا الرقم صحيح إذا 5 مليون و2 زرقة و2 أربد هي 9 مليون وباقي الأردن مليون مش عارف فعلا كل حال يعني بنحكي أنا أكثر من 5 مليون إنسان تحجيرهم أكثر من 30 ساعة بسبب قرار تبين بالبحث أنه قرار شخصي خاص بي تحكيها بصراحة بوزير الصحة ليه؟ لأنه يتخذ قرارات التي تتعلق بالكورونا في عندنا لجنة الأوبئة وفي عندنا إدارة الأزمة هل إدارة الأزمة أمجد العضايلة أو غيرهم من الوزراء وزير الصناعة والتجارة أو وزير العمل أو وزير من مكان؟ يعني شو العلاقة موضوع الكورونا؟ اللي بدو يحكي هو هذا موضوع صحي شيك؟ اللي بدو يحكي يا إما لجنة الأوبئة ورئيس لجنة الأوبئة هو وزير الصحة فلجنة الأوبئة طلعت وقالت إحنا ملناش علاقة إحنا موضوع الحظر الكل هذا الشامل ملناش علاقة فيه وسابقا تحدث أحد أعضاء هذه اللجنة حديثا صريحا الدكتور عزبي محافظة وعلى الهوى وكان هذا الكلام سببا من أسباب بعدين إقالته أو استقالته له بأنه قال أنا أكد طبيب ومتخصص والمتخصصين يعرفوا من دكتور عزبي محافظة الآن عزبي محافظة كوزير وزير التربية والتعليم كذا ملناش علاقة فيه لأنه هنا صار منصب إداري منصب سياسي لكن كمتخصص في موضوع الأوبئة والفيروسات وكذا عالم والأطباء الآن في المستشفيات يقولون أنه دكتور عزبي محافظة طيب بس عشان نأكد الذي لا يعرف عزبي محافظة فعزبي محافظة قال أنا الآن كطبيب بدك تخليني أبرر لك ليش في حظر من ناحية طبية ما بقدر القرار سياسي قالها صراحة القرار سياسي أنا كطبيب أقول لك فكان فيه حشتين الآن لهذا الحظر موضوع عشان عمل لجنة الفرق الاستقصائي الوبائي وقال الدكتور عزبي محافظة يعني على لسانه بتكون أقوى قال ما هي هذه الفرق تشتغل على مدار الأسبوع يعني وقفت أنه يازم يوم الجمعة تكون الشوارع فاضية ويوم الجمعة بالذات بدون حظر يعني الشوارع بتكون نوعا ما فاضية مقارنة ما بقى يامي الأسبوع فمش موضوع قال طيب موضوع انه عشان كل الناس تضمن انها بالبيوت هو الناس دادفل يعني هي موضوع حتى اللجدة بدها تكبس كبساء على الناس يعني تحكي معهم تلفون وبقول انتو مالله مخالطين انتو كذا بدنا نزوركم بدنا نزوركم يوم الفلاني الساعة الفلانية او انتو بصير فيه تنسيق يعني وبناء عليه بيعملوا جدولهم يعني انت لما مواطن او اسرة تحكي لهم ان احنا نزوركم ونفحصكم في بيتكم مجانا عشان انتو مخالطين او عشان انتو ضمن عينة عشوائية كذا ليش الواحد يعني يرفض ذلك وهي وقفت على يوم الجمعة اذا مسكتك في البيت يعني بتقبل اذا ما مسكتك ما بتقبل يعني مش مقنع ابدا مش مقنع لا طبيا ولا كورونيا ولا شيء فصفت المسألة تقليل الاختلاط هذه الحجة مردودة لانه السبب الثانيه تقليل الاختلاط ليه لانه بعد هاي الثلاثين ساعة الناس ترجع تختلط وقبلها بتختلط والاسوأ من ذلك انه لما تحكي في حضر التلقائيه رح يصير في ازدحام وحين نشوف عمان والزرقة يوم الخميس كيف وضعها مش طبيعي لو ما في حضر يوم الجمعة ما بتكون الازمة هيك يعني في صح فيه ازمة خميس ولكن الازمة بتكون مضاعفة والناس بتختلط اكثر وكانه يعني بدهم يعني يشموا هوا اكثر وكذا عشان رح يرجعوا ينحبسوا زائد القطاعات الاقتصادية بتتضرر اللي هي اصلا متضررة واللي يعني يمكن يكون يوم الجمعة يوم اضافي الها انها تفتح وتسترزق بتخليها تسكر المحلات المطاعم كذا كله هذا بستفيد من يوم الجمعة زائد وانا هاي كثير بيهتم فيها جانب النفسي انت يمكن يوم الجمعة اصلا مع هالحم وينده تطلع يعني نكون صراحين بهالحم الواحد وينده يطلع ولا عنا انهار ولا بحار الواحد ينزل عليها وبدأك تروع على ديتسي ولا على العقبة يوم السبت ببالح اعلى درجة حرارة في الكوكب في كوكب الارض كامل ولا سعودية ولا كويت ولا عمان حطمنا كل ارقام القياسية ولا قصص في امريكا ولا العقبة الرقم القياسي والذي يذهب على العقبة راح يعني العقبة مشوارها لحاله يدخل في طريق الموت اربع ساعات رايح اربع ساعات راجع قصة يعني مش مؤول والبحر الميت ببناش نحكي اسا عن السياحة وبناش نفتح مواجه والمرافق والمصاري ولكذا ولكذا لكن الواحد اصلا ما بده يطلع يعني هيك هيك محبوس في البيت باستثناءات اللي بده يسترزق اللي بده هذا فانت الجانب النفسي لما تقول لي انت حضر شامل وغصبت عنك بدك تضلك في الدور واللي بطلع بده الدورية تلحقه وتمسكه ويودوه على المحكمه اذا انا بده اوصل لنتيجه هذه كلها مقدمه عشان لما اوصل لنتيجه تكون منطقية وانا اشعر ذلك انه وهذا يعني كلام يعني اللي الناس بتتساءل بتحكي عنه وتتساءل في انه الموضوع السياسي والموضوع فيه رغبة بتدجين الشعب انه هناك سلطة تستطيع ان تقول لخمسة ستة مليون انت اليوم اقعد في الدار وما تطلع والكل بده يلتزم يرود عليها ليه عشان يكون فيه سلطة قوية قادرة على ان تفرض اوامرها ويشعروا المسؤولين انه والله شوفوا احنا وزير بيت ستة مليون في الدار وما طلعهم يا سلامه مع انها عملية حتى مرهقة بالنسبة للاجهزة الامنية لانه بده يصير فيه استنفار وبده يصير فيه مراحقات وبده يصير فيه كذا ومنوباته اكثر من الوضع الطبيعي خلي الحياة يمشي مش موقفة على هذا اليوم مش الحياة يمشي طاعة وقايمة لا بدنا يكون فيه التزام وبدنا يكون فيه تباعد واخذ بمتطلبات السلامة وتغيير بعض الثقافات التبويث كذا كله هذا يعني من اكد عليه لانه هذا لمصلحتنا ولمصلحت الجميع لكن احنا بنحكي عن موضوع انك تجبرني اني اظلني قاعد في الدار بدون اي مسوّغ واي مرجع علمي هذا اولا ثانيا جزء من هذا الحضر يوم الجمعة وبالتالي فيه صلاة جمعة وصلاة الجمعة مش كلامي وانما كلام وزير الاوقاف اللي اصر لما بلشت الانفراجة بعد الحضر الاستمر واغلاق المساجد انه اول ما يفتح المسجد يفتح يوم جمعة لأداة صلاة الجمعة قلنا في حينه انه خلينا نبدأ على صلوات اليومية سلوات الخمس العدد بيكون اقل الضبط بيكون اسهل نتدرب اسبوع بعدين نذهب على صلاة الجمعة قال الوزير الاوقاف لا صلاة الجمعة بدنا نبدأ فيها لانه هي الاهم لانه صلاة الجمعة لا تهجوز الا في المسجد بدنا تصلى بالبيت تصلى صلاة الظهر عادية وهذه صلاة جمعة وليس ادخل بالتأصيل الشرعي تأصيل الشرعي لأهميتها وكذا فريدنا نبدأ بصلاة الجمعة والان بكل سهولة بتم اغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجمعة انا ما قلت ان المشكلة الحظر فقط صلاة الجمعة قلت في مشاكل كثيرة وارزاق ونفسيا وكذا واحداها صلاة الجمعة وهذه مشكلة ليست سهلة طبعا لانه ما في الها مسوّغ وفي نقطة مهمة زمان وفي بداية الكورونا كان اغلاق المساجد ومسوّغ طبي اغتناعت ما اغتناعت مش مشكلتنا لكن نحكي الموضوع كان لسه خلافي الآن مش خلافي يعني زمان كان في مرجعية طبية فبالتالي العلماء وعلماء الشريعة بصير يوازن بفق الموازنات وكذا انه انا عندي ضرر وبالتالي هذا الضرر في احتمال يتفش مرض ولسه مش عارفين شو القورونا وشو قصتها وشو كيف تنتشر وقالوا ان المسجد اكثر اشي بنشر وسجاد المسجد وكذا فاغلقت المساجد بسبب مسوّغ طبي فصار المفتي الشرعي الى مرجعيته الطبية اللي هو ما بقدر ياخد إلا فيها وبالتالي صالت الفتوى انه يجوز إغلاق المساجد وتم إغلاق مساجد الأردن كلها وتم إغلاق الحرام وكل والحاج كله كان في حدود الدنيا ووقفت العمرة يعني كل الدنيا تغيرت على المستوى العبادات طيب الان الان ما فيه ما هي المساجد فاتحة والحياة طبيعية والناس فوق بعض في كل مكان اشمعنا يوم الجمعة وبس عمان والزرقة ما فيه مسوّغ طبي وقلنا استشهدنا بلجنة الأوبئة والدكتور عزم محافظة وغيره وفيه عضو حالي عضو حالي في لجنة الأوبئة ونشر عنه تصريح انه قال انه هذا الحضر اتخذه هو وزير الصحة ووصف ووصف ونشر على المواقع ووصف بإطار انه عنيد الوزير العنيد هو حكى كلمة غير عنيد ولكن بنفس المعنى العنيد يعني شغلة شخصية طيب وبتلغي صلاة جمعة وبتلغي اجتماع المسلمين وهو عيد ليش اصلا عيد يوم الجمعة للمسلم للصلاة بدون صلاة بطلت عيد طيب وما فيه مسوّغ طبي ولا يدخرج معالم من العلماء الذين يمثلوا المؤسسة الرسمية ونحن نحكي كنا نائما أن المؤسسة الدينية الرسمية في الأردول يعني وزارة الأوقاف دارة الإفتاء قاد القضاء يعني أفضل من غيرنا في دول بدنا نسميه أنه من جره كثير لتبرير باطل ولتحريف عقائد وكذا وكذا لا نحن وضعنا كويس ماشي طب موضوع مسطلة الجمعة حتى لسمع خبر كما نسمع نحن كيف هم قالوا لنا حضر حضر خلص بس كيف يسمعنا خبر أنه وراء الحضر هو وزير الصحة طيب دعنا نسمع خبر أنه وزير الأوقاف يعترض على هذا القرار وقال لا لا يجوز وبعدين الحكومة بمجلس الوزراء ما أخذوا بقرار وزير الأوقاف والقرار الجماعي والوزير الأوقاف التزم كونه هو جزء من الحكومة تمام لكن لا نسمعناش مع الاحترام ما لا يحكي عن أشخاص لكننا نحن 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 نتكلم عن المناصب ومنحكي عن دور هل يعقل هل يعقل كل هذه التي حكيته أنا الآن لا يعطى دافعية لوزير الأوقاف أن يقول لا وأن يقول أنو أرفض مش أشوف برضو нами what I am just saying مش الحلول ما إلغاء الحضر الشام إلان انو بوزير الأوقاف لadowф م Panحر هذا موضوع الحظر الشامل قرار أكبر وأنا ما إلغاءه كامل ولكن على الأقل يقول نفتح الحظر الكامل إلى ساعتين زي ما بدينا أول جمعة من 11 للوحدة مسموح وسيرا على الأقدام كمان عشان سيرا على الأقدام تروح على الصلاة وتروح معقول ما سمعناها من وزير الأوقاف معقول سماحة المفتي العام ما حكاها سماحة قاضي القضاء ما حكاها ليه يعني هل إنه بس هو تدجين للشعب وللمسؤولين وللكل خلص سمعا وطاع الجميع يعني أنا مستغل بصراحة مستغل بإنه هيك الأمور تمر وتاريخ الأردن العديد من الأمثلة والعديد من النماذج التي كان لعلماء علمائنا كلمة ولم يخشوا شيء أنا أريد أعطيكم مثال ونموذج نموذج واحد والنماذج والأمثلة كثيرة وما بدي أشرق وأغرب وأرجع كثير وأحكي عن العزب بن عبد السلام بائع الملوك لا موضوع كبير موضوع العزب بن عبد السلام واللي هو يمكن خطباء الجمعة ومن صمت من مسؤولين لا أعمم كل الخطباء وكل علماء ولكن من المسؤولين يمكن يطلعوا يحكي درس عن العزب بن عبد السلام طيب وانت شو عملت من سيرة العزب ولا بنا نحكي عن الفاروق ولا بنا نحكي عن تقويم الفاروق وعمر بن الخطاب بالسيوف والجرأة التي يتحدث فيها أحد الصحابة لكن بدي أحكي عن الدكتور إبراهيم زيد الكلاني وبدي أحكي عن حادثة اللي لم يتجرأ أن يقول لي وزير بدك تسمح للناس أنها تروح تصلي يوم الجمعة وتروح ماشي ساعتين اللي ما تجرأ لن يتجرأ على أن يقول للملك والملك حسين ويقول له لا يجوز أن تبني أن يبنى لك صنم أمالة عمم وقال لا تبنوا صنم لابن محطم الأصنام هاي من يجرأ عليها الآن الآن من يجرأ أن يقول للملك في مقال منشور للدكتور إبراهيم زيد الكلاني ولأمانة عمم لا تبنوا صنم لابن محطم الأصنام والملك حسين أيضا بحكمته وحرصه كان حريصا على أن يلتزم بذلك وأمر بإلغاء موضوع بناء صنم والذي عاش هذه الحقبة كان يتذكر الجدل الذي حدث أنه كان بده يبنى تمثال للملك حسين هذه الجرأة هذه الجرأة بالحق من يمتلك هذه الجرأة؟ الله يرحمهم لا أعمم ولكن على الأقل لم نستمع لشيء وإذا كان فيه جدال وكان فيه شيء وما سمعنا خلينا نسمع وخلينا نعرف خلينا نشعر بالأمان على الأقل أن ديننا إذا صار كثير قصص يعني مس بموضوع المناهج وغيره وما سمعنا من الرسميين الرسميين ما سمعنا منهم من يشغلوا مناصب وهم أهل العلم فالعلم إذا لم يوظف لخدمة الأمة ما الفائدة منه؟ وإذا لم يكن هناك جرأة وجزء من العلم كلمة الحق كلمة الحق أمام وزير عنيد يعني صعبة؟ ما علينا بدأ أروح من هذا الموضوع أيضا بشكل عام يعني إحنا على وشك شهرين تقريبا وشهرين وكم من يوم للانتخابات النيابية حسب الموعد المعلم شيك 10-11 طيب يعني لما يصير تذكر موضوع الانتخابات برضو على الجانب الرسمي على كل المستويات كل المستويات بحكوا بدنا نعمل موضوع الانتخابات الخشية وين الخشية والحذر من الوضع الغير مستقر والغير المريح الوبائي تمام موضوع الكورونا مهم والانتخابات وموضوع كيف الاختلاط وموضوع التباعد ومش تباعد معرفين أثار الكورونا والانتخابات والمهرجات الخبية والرحمة الانتخابية وبعدين يوم الاقتراع وكذا وكذا وهذا مهم أن يأخذ بأخذ بعين الاعتبار وأنا أرى أنه يعني كل هذه التضييقات اللي بتصير على موضوع الكورونا تعمل لي حظر شامل حظر شامل وبعدين تقول لي روح على الانتخابات وشارك وعمل ولغيني الانتخابات النقابات وسامح بانتخابات العشاء يعني عشائرية اللي فرز كان فيها كثير تناقضات وكثير فيه اشياء مش مفهومة ولكن بدي أحط كل الكورونا على جنب أنا أشوف الكورونا سبب لحاله وجيه لتأجيل الانتخابات معلم الوضع الوبائي غير المستقر وغير المرح طب ماذا عن الوضع السياسي؟ ما أحدا جاي بسيرة الوضع السياسي أي مناخ ستجرى فيه انتخابات نيابية يعني انتخابات نيابية يعني تجديد النخب هذا صح فيه تقريبا مئة نائب إذا مش أكثر من البرلمان الماضي بدهم يرجع وينزلوا على الانتخابات ولكن التجربة السياسية يعني أقل من نصهم برجع أقل من النص برجع وبالتالي فكرة الانتخابات النيابية على مساوئها على مساوئ التجربة الأردنية تجديد نخب فيها تجديد نخب كل أربع سنين يتم تجديد نخب المشكلة أنه نجدد من نفس العلبة يعني ونجدد نواب بأوصاف متعددة ممكن نحكيها مقاولات تجارة حارات تعشاء على أهمية قطاع المقاولات وعلى أهمية العشيرة ولكن نحن نحكي عن النواب يفترض أن يكون نواب سياسيين نواب وطن نواب سياسيين كل شيء موجود في البرلمان إلا النواب السياسيين قلة موجودين بعدد قليل جداً ونواب اللي يأتوا ببرنامج ونواب اللي يأتوا من كتلة تشكل قبل الانتخابات وليس بعدها لأنه من يشكل بعده كل كتلة هلامية والواقع أثبت ذلك لأنه لا يوجد كتلة متماسكة إلا الكتلة التي تشكل قبل البرلمان يعني نحكي عن مناخ سياسي لا يسمح بتجديد النخب حتى النخب لو بنفس العلبة ولكن الأقل يعني عشان إحنا برضو ما ينزدولنا طموحنا إنه إحنا بس بدنا نتجدد من نفس العلبة وليس ما يكون فيه تجديد حقيقي للنخب ويكون هناك سلطة شرعية قوية وتنعكس بذلك على تقوية مؤسسة البرلمان دعنا نحكي بصراحة المناخ العام مناخ سلبي صح هو المعظم يعني الأراء التي تنحكها مع المقاطعة مقاطعة الانتخابات ما بعرف إذا استطلاعات الفيسبوك دقيقة ولكن استطلاعات الفيسبوك وحنا عملنا هنا في قناة في المقارس صفحتنا أكثر من 90% مقاطعة يعني المشاركة راح تكون في حدود الدنيا لو بدي أحكي إنه هذه مش دقيقة 100% ولكن يعني 20% هو ناطق باسم الهيئة الزميل الجهاد المومني قال 2% بكفي من نعمل هو بس من نعمل انتخابات وانتهينا نقول للعالم عملنا انتخابات ومهذا شارك فيها عادي يعني هي هيك الفكرة لهذه الدرجة الشكلية أصلا هي يعني من زمان شكلية ولكن وديكور اللي حكي عنه عبد الكريم دغمي ولكن لهذه الدرجة بس بدنا اثنين يعني نحكي والله عملنا انتخابات للعالم مهينا بالكورونا وانتهى الموضوع طب ليش ما يكون في عنا أمل وطموح أكبر بأن يكون هناك عنا مناخ سياسي إيجابي وأنا بالمناسبة عشان يعني أشكل هذا المناخ زي ما بدي موضوع الكورونا الوضع الوبائي برضو بدي وضع سياسي هذا الأمر مش بطلوب معجزات ولا مطلوب منه تحضير يحتاج إلى عشرات السنوات هسا الوصول لحالة سياسية واصلاح سياسي اه بده وقت بده تدريج وبده وقت وبده برلمان يجي وصلح وعدل التشريعات وعدل القوانين وعلى رأسهم قانون الانتخاب على رأسهم قانون الانتخاب اللي يفترض ان يتم تعديله ليساعد لوصول برلمان قوي لانا قلت انه عشان اوصل لبرلمان قوي انا بقدر احط قانوني وصلني للبرلمان اللي بدي اياه هيك علم السياسي بحكي فاذا انا بدي برلمان قوي بمواصفات سياسية معينة الحل بالقانون عشان اوصل للتعديل هذا القانون وتعديلات اخرى وغيره واسير عندي حكومات برلمانية زي الدول الاوروبية وزي اللي موجود في الاوراق النقاشية اللي كاتبها الملك عبد الله وزي تصريحات الملك دائما لموضوع الحكومة البرلمانية هذه بدها وقت بدها تدريج لكن انا عشان اشكل مناخ سياسي وبيديش ااجل الانتخابات هذا التأجيل مو يكون جزء منه مرتبط بالكورونا وبداية فصل الخريف يعني راح تكون الكورونا وداخلين على شتا ما بعرف كيف راح تكون الاجواء لكن المناخ السياسي اللي انا بحكي عنه لا يحتاج لا لتدريج طويل ولا لوقت وسنوات وبناء ولا يحتاج لا اكتشاف بار النفط وحقوق الغاز اللي منعتنا الشركات العالمية باكتشافها ولا محتاج اعلان بطلان صفقة القرن وبدء معركة التحرير لاراضي الفلسطينية والاراضي العربية في كل مكان ولا محتاج ان تنتهي الازمة في سوريا ولا المعركة في اليمن ولا الاطراب في ليبيا ولا الصراع في البحر المتوسط ديه كلها عبارة هيك قعدة المسؤولين مطبخ القرار يقعد ورقة وقلم واحد المناخ السياسي كيف ممكن نعدله عندك قضية نقابة المعلمين انا بحكي انا نماذج مش حصرا نقابة المعلمين اعملنا تغول على القانون وحاولنا نتغول على السلطة القضائية ونصدر قرارات باسمها كذا كذا الغي كل القرارات اتخذت بحق نقابة المعلمين اثنين احتقالات سياسية صحفيين كل شوي صحفي رح على المدة العام الغي كل هذا الموضوع ثلاث التوقيف نلغي كل مبدأ وفكرة التوقيف قبل الحكم حتى ما نصادر الحريات كذا كذا اي اعتقال اداري كل السجون تطلع الاعتقالات الادارية ونلغي هذا الاعتقال الاداري من قاموس حياتنا هذه الحكومة حكومة تأزيمية وبالتالي مش خسارة كبيرة للوطن ذهاب هذه الحكومة والاتيان بحكومة اخرى هذه الحكومة تغنفذ هذه القرارات السابقة ونخلص من هذا العهد نعرف ان النهج لن يتغير بتغيير هذه الحكومة لانه النهج يحتاج الى تدريج وسنوات ولكن على الاقل منجيب شخصية وطنية والامثلة كثيرة لا اريد ان اذكر لانها كثيرة يعني الامثلة ومنجيب حكومة صغيرة هيك وطنية من شخصيات مشهود لها بالنزاهة ما عليها تهم فساد ما عليها كذا حتى لو ما عملت انجازات تاريخية للوطن ولكن شخص مش مشبوه ما عليه تهم ما عليه كذا هذا بشكل حكومة من 15 وزير بالكثير وبديروا مرحلة انتقالية بين هذه الحكومة حكومة الرزاز السابقة خلينا نحكي وادارة الملف الانتخابات النيابية وثم لبدء بمرحلة سياسية جديدة نوجد فيها النخبة اما تستمر هذه الحكومة وبتم تنظيمها اكثر ويتم يعني طاقها الثقة واما بتيجي حكومة اخرى مش موضوعنا لكن الفكرة بانه المناخ السياسي كلها ورقة وقلم وقرارات بتتحسن كل امور والبلد كلها بتتحسن ونفسية الناس تتحسن وهذا رح ينعكس على الاقتصاد ورح ينعكس على المعيشة وعلى كل شيء هل بحكي احلام ما بارد نكتفي على كل امور بهذا القدر نذهب الى وقفة قصيرة ثم نفصل في مجموعة من الملفات فتفضلوا مشاهدين بالبقاء معنا اشتركوا في القناة